السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي في حلقة أخرى جديدة حلقة اليوم إن شاء الله وريد أن أشارك معكم طريقة صنع بالوزة غاية في الروعة والبساطة بغرزة جميلة جدا وبسيطة نفس البداية يمكن أن نشتغلها في طريقة البومشو بالنسبة للفستان فنفس طريقة البلوزة إلى النهاية فقط يجب أن يكون طول تنورة الفستان أطول بكثير وقبل أن أدخل طريقة أرجو من كل من يرى هذا الفيديو أن يساعدنا باشتراك بتعليق أو بمشاركة هذا الفيديو مع الأحباء هذا التشجيع للقناة وأيضا تعميم للفائدة سوف أشتغل بإذن الله بإبرة كروشي رقم 2.5 وأشتغل بهذا الخيط المحلي هو خيط قطني وسوف أدمج معه هذا اللون هذا خيط بوليستير المهم هنا أن يكون الخيط يعني مناسب لإبرة الكروشي سوف نبدأ أول شيء بغرز سلسلة حول دورة الرأس طيب أول شيء سنبدأ بغرز سلسلة كثيرة ونقصها حول دورة الرأس فأنا سأشتغل أولا غرز السلسلة ونلتقي من جديد أنا هنا اشتغلت عدد غرز سلسلة كثيرة قصتها حول دورة الرأس وجدت تقريبا يعني حصلت على تقريبا 79 غرزة سلسلة كانت يعني مناسبة مهم لدورة الرأس ضروري دائما يعني أن نقص حول دورة الرأس إلى أن نصل إلى العدد المناسب فيجب أن تكون يعني مريحة على الرأس تدخل وتخرج بكل سهولة فأنا هنا حصلت على 79 بالنسبة ل 79 فهو عدد فاردي فضروري أن أضيف المهم أن يكون عدد زوجي لا يهم كم عدد غرز السلسلة شيء المهمين أن تكون غرز السلسلة مريحة حول دورة الرأس تدخل وتخرج بكل سهولة وأن يكون عدد غرز السلسلة التي حصلنا عليها هو عدد زوجي فأنا هنا عندي 79 غرزة سلسلة هو عدد فاردي أضيف له غرزة سلسلة واحدة حتى يصبح عدد زوجي يصبح 80 غرزة سلسلة إذا وجدتم أنتم مثلا 9 أو 67 غرزة سلسلة فأضيف فقط غرزة واحدة يصبح 68 غرزة سلسلة المهم أن يكون عدد زوجي فهذا هو طريقة أخذ القياسات وطريقة الحصول أو الاشتغال في أي قياس نريده المهم أن يكون مريح حول دورة الرأس يدخل بكل سهولة وأن يكون عدد غرز السلسلة عدد زوجي فأنا هنا أضيف غرزة سلسلة واحدة ثم الآن سوف أغلق بغرزة منزلقة دائما نحاول أن تكون غرزة سلسلة في جهة واحدة ثم أذهب إلى غرزة سلسلة الأولى ودخل فيها الإبرة وأصنع هنا غرزة منزلقة كي نبدأ الاشتغال في أول دورة إن شاء الله سنبدأ الآن من هذه النقطة ونعلم سنقسم كل هذا العدد على إثنان نعلم الركنين النصف هنا والنصف هنا نعلمه يعني بعلامة كي لا نختلط أنا هنا علمت كما تشاهدون النصف الآخر بعلامة بأي شيء متوفر عندكم حتى بخيط قصير يمكن تعلمه والنصف الآخر هو هنا يعني الغرزة في إبرة الكرشي فتركت هنا غرزة سلسلة واحدة هنا والغرزة في النصف الآخر هنا 39 غرزة سلسلة وفي الجهة الأخرى 39 غرزة سلسلة فنشتغل بإذن الله أنتم أيضا حاولوا أن تقسموا الدورة على إثنان ضعوا علامة في كل جهة في كل النصف يعني فنبدأ بإذن الله في هذا الركن بأول غرزة عمود سنشتغل بثلاثة غرزة سلسلة مكان العمود الأول ونشتغل في نفس الغرزة نشتغل نعتدر لكم هنا أنا سأبدأ الدورة الأولى مختلفة أبدأ أولا بثلاثة غرزة سلسلة مكان العمود الأول غرزة سلسلة في الوسط وأشتغل في نفس الغرزة أشتغل العمود الثاني هذا فقط هذه الدورة فقط سأشتغل غرزة مثلتة في هذا الركن وفي الركن الآخر كي نعلم يعني جهة الركنين يكونان مختلفان لا نحتاج من بعض يعني إلى تعليمهما فالغرزة الموالية غرزة سلسلة الموالية نشتغل فوقها عمود واحد غرزة سلسلة الأخرى أيضا عمود واحد ونشتغل يعني فوق كل عمود واحد إلى أن نصل إلى العلامة إن شاء الله وأعود إليكم وصلت إلى الركن الآخر كما تشاهدون هنا اشتغلت فقط بأعمل دائرة وصلت إلى الركن الآخر هو هنا سنشتغل في هذه العلامة غرزة متلتة عفوا أدخل الإبراه في الغرزة وأشتغل العمود الأول غرزة سلسلة ثم العمود الثاني ثم أشتغل في غرزة سلسلة الموالية غرزة سلسلة الموالية نشتغل عمود واحد هنا فوق السلسلة الأخرى أيضا عمود واحد فوق السلسلة التي تليها عمود واحد أيضا ونشتغل فوق كل عمود عمود إلى أن نصل إلى النهاية وأعود إليكم في النهاية نربط بواسطة غرزة منسلقة فوق غرزة سلسلة الثالثة التي بدأنا بها العمود الأول واحد اثنان ثلاثة هنا نشتغل غرزة منسلقة الآن في هذا في الدورة الثانية سنشتغل هنا أولا غرزة منسلقة أخرى داخل غرزة الغرزة المتلثة ستكون إن شاء الله زيادة في الغرزة المتلثة في هذا الركن والغرزة المتلثة الموجودة في الركن في الجهة الخلفية فنبدأ أولا بتلاتة غرز سلسلة مكان العمود الأول في نفس هذه الحلقة أو في نفس هذه الغرزة المتلثة نشتغل العمود الثاني والعمود الثالث ونشتغل غرزة سلسلة واحدة ونشتغل غرزة عمود أولا مرة أخرى ثم غرزة عمود الثانية وثالثة أو السادسة إن هنا نشتغل غرزة صدفة بستة أعمدة كما تشاهدوا ثم سنشتغل هنا سأترك واحد اثنان ثلاثة ثلاثة أعمدة وأشتغل هنا بين العمود الثالث والرابع نشتغل غرزة جيراني يعني ثلاثة أعمدة ثلاثة أعمدة نفس الطريقة دائما نحسب واحد اثنان ثلاثة ونشتغل هنا غرزة جيراني جديدة دائما ثلاثة أعمدة طريقة سهلة جدا سنشتغل بهذه الطريقة بين ثلاثة أعمدة وثلاثة أعمدة نشتغل غرزة جيراني في النهاية كما تشاهدون هنا بقيت لفقط عمودين هنا لا بأس يعني ليس مشكلة إن لم يبقى ثلاثة أعمدة وإن بقي لكم أربعة أعمدة فاشتغلوا بين عمودين وعمودين يعني غرزة 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 جيراني عفواً فوصلت هنا هدية غرزة الركن غرزة المثالثة بقي لإثنان فأشتغل داخل الغرزة المثالثة غرزة سادفة بستة أعمدة العمود الأول العمود الثاني العمود الثالث غرزة سلسلة والعمود الرابع العمود الخامس ثم العمود السادس هكذا نكون قد حصلنا على غرزة السادفة ثم نشتغل من هذه الجهة أيضا بنفس طريقة الجهة الأخرى أترك 1 2 3 العمود الأول ثاني ثالث بين العمود ثالث والرابع نشتغل غرزة جيراني دائما غرزة جيراني هي ثلاثة أعميدة بهذا الشكل كما تشاهدون ثم نترك دائما هنا ثلاثة أعميدة ونشتغل هنا وغرزة جيراني أخرى ونتابع بهذا الشكل إلى نهاية الدورة وأعود إليكم في النهاية نربط بواسطة غرزة منزلقة هنا كما تشاهدون بقي لنا أيضا هنا عمودين فقط فنترك عمودين نشتغل هنا في غرزة سلسلة الثالثة غرزة منزلقة ثم نشتغل غرزة سلسلة هنا في هذا العمود الموالي فوقه فوق العمود الآخر أيضا غرزة سلسلة ثم أشتغل هنا داخل أنا أفضل دائما أشتغل أو أبدأ من جهة المركز أو جهة الرقم هنا هنا سنبدأ في صنع في جمع ثلاثة أهمية في عمود واحد سأشتغل بداية غرزتي سلسلة فقط ثم أشتغل داخل هذا غرزة صدفة بهذا الشكل تبقى عندي غرزتين أخذ ألف الخيط حول الإبرة أدخل الحلقة وأخرج الخيط ألف أخرج من غرزتين فقط ويبقى عندي ثلاثة ألف الخيط حول غرزتين سلسلة ثم في نفس هذه الحلقة نشتغل العمود الأول بهذه الطريقة تبقى عندنا غرزتين نلف ندخل إبرة نخرج الخيط نلف ونخرج من غرزتين فقط تبقى عندنا ثلاثة نلف ندخل إبرة ونخرج الخيط نلف الخيط حول الإبرة نخرج مرة أخرى من غرزتين تبقى هنا أربعة غراز ثلاثة 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 أعمدة في عمود واحد بهذا الشكل بنفس الطريقة بهذا الشكل تابعوا معي من فضلكم سأحاول أن أشتغل بطء جدا كي تشاهدوا الطريقة ثلاثة الغرزة من كل الغرز كي نحصل على هذا الشكل كما تشاهدون غرزتي سلسلة مرة أخرى وأذهب إلى غرزة الجيران المالية ونجمع ثلاثة أعمدة في عمود واحد بهذه الطريقة أيضا يعني بنفس الطريقة طريقة سهلة جدا الآن أعمل الآن غرزتي سلسلة ضروري أن نشتغل غرزتي سلسلة وإلا سيكون ضيق لأن غرزتي سلسلة تعادلان العمودين الآخرين نذهب إلى غرزة الجيران الأخرى بنفس الطريقة نجمع الغراز تصنع الغراز غرزتي سلسلة ثم نعمل الغراز 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 كما تشاهدون سنشتغل بهذه الغرزة يعني كأنه غرزة واحدة تزداد دائما في جهة الركنين ثم نبدأ من جديد الغرزة في هذه الحلقات الفارقة سأتابع بنفس الطريقة إلى الركن الآخر وأعود إليكم كما تشاهدون هنا وصلت جهة الركن الآخر هذا هو الركن سنشتغل فيه بنفس طريقة الركن الآخر اشتغلت هنا غرزتي سلسلة سأشتغل داخل هذه الحلقة سأجمع هنا الغرزة الأولى الغرزة الثانية الغرزة الثالثة ثم ألوف الخيط وأخرج من كل الغرز ثم أصنع غرزتي سلسلة في نفس هذه الحلقة نجمع مرة أخرى ثلاثة أعمدة في عمود واحد بهذا الشكل يعني بنفس الطريقة التي اشتغلنا بها سابقا دائما هذا هو الركن كما تشاهدون في الركن ستكون غرزة هكذا ثم نشتغل غرزتي سلسلة ونجمع من جديد غرزة الجيراني الموالية في غرزة واحدة غرزتي سلسلة ثم نشتغل مرة أخرى نجمع غرزة الجيراني الأخرى في غرزة واحدة مرة أخرى سنشتغل بهذه الطريقة يعني على طول الدورة إلى النهاية بنفس هذه الطريقة إلى النهاية ثم أعود إليكم في النهاية هنا صنعت غرزتي سلسلة وسأربيت بواسطة غرزة منزلقة فوق قمة هذه ثلاثة أعمدة هنا أخذ كل الغرز بهذا الشكل ثم أخرج الخيط وأصنع غرزة منزلقة الآن سوف أبدل الخيط يمكن أن لا تبدل الخيط أنا بالنسبة لي فقط أريد أن أضيف هذا أمزج هذا اللون قليلا مع هذا اللون لكن يعني نفس الطريقة نفس الطريقة مهما يعني أدخلنا يعني ألوان أخرى كثيرة فهي نفس الطريقة فقط هنا سنشتغل كما أخبرتكم في الفراغات لن نشتغل فوق نفس الغرزة سوف أربط الخيط هنا وسط غرزة الركن ثم أربط الخيط أربط هذا الخيط جيدا أسنع هنا بنزلقة في الداخل داخل يمكن تبدل الخيط ٤ ثم أبدل اللون وسوت دورة في mountains ونشتغل في الفراغات من طبيعيا الحال وسنشتغل بغرزة الجيراني داخل هذه غرزة يركن سنشتغل بغرزة صدفة كالعادة يعني مثل الدورة السابقة الأخرى سنشتغل بها بنفس الطريقة يعني سأصنع هنا ثلاثة غرز سلسلة مكان العمود الأول في نفس هذه الحلقة نشتغل العمود الثاني العمود الثالث غرزة سلسلة في الوساط العمود الرابع تدير العمود الخامس والعمود السادس كما تشاهدون هذا هو شكل غرزة الرقن ونشتغل في هذه الحلقات غرزة غرزة جيراني ثلاثة أعمدة ستبدأ يعني هذه الغرزة من جديد تنفتح هذه الغرزة كما تشاهدون ستبدأ تنفتح في هذه الحلقات وفي الدورة الأخرى سنغلقها من جديد بنفس طريقة هذه الدورة هنا يعني لا شيء جديد سوف نكرر نفس الطريقة الدورات ذات الرقم يعني الفرضي مثل واحد ثلاثة خمسة إلى آخره تكون بنفس الطريقة والدورات ذات العدد السوجي مثل دورة تانية الرابعة إلى غير ذلك تكون بنفس الطريقة فلنتابع بنفس هذه الطريقة يعني على طور الدورة دائما في هذه الفراغات غرزة جيراني وفي جهة الرقن نشتغل غرزة صدفة بستة أعمدة بينهما غرزة سلسلة واحدة فقط هنا كما تشاهدون تهينا من هذه الدورة سنشتغل الآن بنفس طريقة الدورة الأخرى سنربط أولا هنا بغرزة منزلقة فوق غرزة سلسلة الثالثة ثم أشتغل غرزة منزلقة في الغرز الموالية حتى أصل إلى جهة الرقن وأبدأ أجمع هنا ثلاثة غرز سلسلة ثم أجمع عمود آخر والعمود الآخر ثلاثة أعمدة هنا في عمود واحد ثم أشتغل غرزتين سلسلة ثم أجمع مرة أخرى ثلاثة أعمدة في عمود واحد كما تشاهدون طريقة جد سهلة في هذا الشكل أجمع ثلاثة أعمدة في عمود واحد ثم أشتغل غرزتين سلسلة من جديد وأجمع هنا ثلاثة أعمدة في عمود واحد تدير عمود الأول العمود الثاني والعمود الثالث هو هذا العمود الثالث تدير ألف الخيط أولا حول الإبرة ثم أجمع العمود الثالث أيضا بهذا الشكل غرزتين سلسلة ونذهب إلى غرزة الجيران الأخرى ونجمع كل الغراث فيها في غرزة واحدة بهذا الشكل كما تشاهدون نفس الطريقة التي اشتغلنا بها يعني في الغرزة أو دورات دائما نحسب هذه الدورة الأولى كأنها غير موجودة فأنا أشتغل في هذه الدورة بنفس طريقة هذه الدورة هنا سنشتغل يعني بنفس هذه الطريقة إلى نهاية الدورة ثم نربط بواسطة غرزة منزرقة ونبدأ من جديد هذا اللون في هذه الحلقات هنا الفارغة نشتغل من جديد غرز الجيراني وفي غرزة الرقم نشتغل من جديد غرزة صدق وضفها بستة أعمدة وسطهم غرزة سلسلة واحدة في النهاية سنحصل على هذا الشكل كما تشاهدون هذا هو شكل الغرزة هذا هو شكل يمكن تشتغل يعني بنشو إلى طول الذي تريدونه أنا هنا سأشتغل هذا يعني على شكل فستان أنا سأكتفي بهذا القادر بالنسبة للصدر هذا كافي لدورة الصدر فوصلت تقريبا هذا الارتفاع كما تشاهدون واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تمانية من هذه الغرز يعني تقريبا هنا ستة عشر دورة ستة عشر دورة والدورة الأولى هي رقم السبعة عشر إلى أن حصلت يعني على قياس كافي لجهة الصدر فنقصت هذا الصدر على الطفلة عندما كان كافي الآن يعني وزعت جهة الأكمام وجهة الصدر وحدها فسنشتغل إن شاء الله حول هذه الدورة ونترك جهة الأكمام إلى النهاية يعني إذا تبقى للخيط إن شاء الله سأشتغل في جهة الأكمام أيضا وأيضا سأشتغل في جهة الرقبة قليلا أو جهة دورة العنق شكرا